بعد فترة هدوء نسبي على مناطق ريف إدلب الجنوبي وعدة قرى وبلدات في جبال الأكراد وريف اللاذقية صعدت قوات النظام ليلة الأمس وطال القصف بالقذائف المدفعية والصاروخية عدة مناطق وقرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي أبرزها كان بلدة بينين التي تقع في جبل الزاوية في القسم الشرقي وبلدة ديرسمبول وأطراف بلدة سرجة وجبل الأربعين قصفت بقذائف مدفعية وصاروخية مصدرها قوات النظام من معسكر وادي الضيف المتواجد في معارض النعمان بالإضافة أيضا إلى أن قوات النظام صعدت من قصفها على قرى وبلدات ريف حماء الغربي وسهل الغاب القصف المدفعي أيضا طال جبال الأكراد في ريف اللاذقية فصائل المعارضة ردت على هذا القصف وقالت أنها استهدفت عدة حواجز لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وقالت أيضا أنها قتلت ثلاثة جنود لقوات النظام في منطقة الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي أيضا على المحور الشرقي من جبل الزاوية كان هناك أيضا استهداف مدفعي من فصائل المعارضة لحواجز قوات النظام الواقع على استرادل الإنفايف في منطقة معارض النعمان وعدة حواجز أخرى لقوات النظام كانت تطلق قذائف مدفعية على منطقة جبل الأربعين ومنطقة مجلية التي تقع في ريف إدلب الجنوبي طائرات استطلات وحلق في سماء المنطقة منذ ساعات صباح اليوم أيضا مع وجود لطائرات حربية تعمل على منورات في هذه المنطقة أحمد أمين تلفزيون سوريا جبل الزاوية ريف إدلب